بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني المادة التربية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني الباب الثاني المجال العقيدة الإسلامية هيا بنا يا أصدقائي أهداف الدرس لليوم أن يتعرف الطالب على قصة نبي الله نوح عليه السلام أن يذكر الطالب الدروس المستفادة من القصة مستعدون هيا بنا هيا بنا نتذكر أركان أحسنتم أركان الإيمان أحسنتم هنا الركن الأول الإيمان بالله الثاني الإيمان بالملائكة الثالث الإيمان بالكتب السماوية الرابع الإيمان بالرسل الخامس الإيمان باليوم الآخر أحسنتم الثالث الإيمان بالقضاء والقدري والإيمان بالقدر خيره وشريه أركان الإيمان قد أخذنا من قبل الركن الثالث اليوم لدينا الركن أحسنتم أحسنتم الركن أحسنتم هنا لدينا الركن الركن هيا بنا يا أصدقائي هيا بنا لنستمع إلى هذه الأمشودة سفينة نوح عليه السلام إلى روح نوح عليه السلام تحن النفوس ويرن النهار أدار السفينة فوق المياه عليها من الناس قوم كبار نجى المؤمنون ولم يغرقوا ومن أشركوا غرقوا في البحار دع الله حتى استجاب له وأثمرت الأرض بعد الدمار هيا بنا يا أصدقائي نتعرف على أحسنتم على عنواني درسي اليوم هنا عنوان الدرس سيدنا نوح عليه السلام إذن عنوان الدرس هنا سيدنا نوح عليه السلام هيا بنا يا أصدقائي هنا الإيمان بالرسل عليه مثلا أركان الإيمان هي الإيمان بالله تعالى والأكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أحسنتم والقدر خيره وشريه هيا بنا لنستمع هنا الإيمان بالرسل كثر أبناء آدم أبي البشر عليه السلام وانتشروا في الأرض وأصبحوا أقواما وشعوبا كثيرة ومع مرور الزمن نسي بعض الناس ربهم الذي خلقهم صنع الناس بأيديهم أصناما من الحجارة وعبدوها واعتقدوا أنها تضر وتنفع اختار الله تعالى من الناس رجالا صالحين يتصفون بالحكمة والصدق والأمانة وأرسلهم إلى الناس وأرسلهم إلى الناس لدعوتهم إلى عبادة الله وحده من هؤلاء الرسل نوح عليه السلام وهو أول رسل الله تعالى وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قد استمعنا أن أحسنتم إلى هنا أن آخر الرسل هنا سيدنا محمد عليه السلام عليه السلام نقول أم صلى الله عليه وسلم أحسنتم هنا عند ذكر اسم الرسول من رسل الله تعالى يقول تأدباً واحتراماً هؤلاء هنا كل هؤلاء رسل هنا أنبياء سيدنا أيضاً سيدنا إدريس أنبياء سيدنا نوح من أول هنا أول الرسل إلى النهاية سيدنا محمد آخر الرسل هيا بنا يا أصدقائي هيا بنا لنستمع إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام كان نوح عليه السلام رجلاً طيباً وقد أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الأصنام رفض قوم نوح عليه السلام الإيمان بالله وحده وأصروا على عصيانهم واستمروا في عبادتهم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع لم لئ السيدنا نوح من قومه وإنما ظل مئات السنين يدعوهم للإيمان وكان يطلب منهم أن يستغفروا ربهم كثيراً فبالاستغفار يتحقق الرجاء بإذن الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولما تأكد سيدنا نوح عليه السلام أن قومه فضلوا الكفر على الإيمان تحدث إلى ربه وقال يا رب إنني دعوت قومي في الليل والنهار ليؤمنوا بك فلم يسمعوا لي ولم يطيعوني وكلما دعوتهم كان يضعون أصابعهم في أذانهم وكانوا يغطون وجوههم بملابسهم كي لا يشاهدوني وأنا أدعوهم وجاء أمر الله لسيدنا نوح عليه السلام بصنع سفينة كبيرة فأطاع سيدنا نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بصناعة السفينة وكان قومه يمرون عليه وهو يعمل فيها فيضحكون ويسخرون منه ويقولون باستهزاء هل أصبحت نجاراً بعدما كنت نبياً ينوح وهل سفينتك التي تنوي صنعها ستمشي في الصحراء على الرمال انتهى سيدنا نوح عليه السلام من صنع السفينة بعد مدة من الزمن وجاء الأمر من الله بأن يحمل في السفينة ذكراً وأنثى من كل نوع من أنواع المخلوقات وأن يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه الذين استجابوا لدعوته نفت سيدنا نوح عليه السلام أمر الله وركب الجميع السفينة ثم أمر الله السماء أن تمطر فأمطرت بغزارة ثم أمر الأرض أن تخرج ماءها وبدأ الطوفان وجرت السفينة فوق الماء وتخطت الأمواج العالية ولم تتوقف ونادى نوح عليه السلام على ابنه ليركب معهم السفينة وأن لا يكون مع الكافرين الهالكين لكن ابنه رفض وقال سأصعد إلى جبل يمنعني من الغرق ولن أركب معكم فقال سيدنا نوح عليه السلام لابنه لخوفه عليه سيغرق الماء كل شيء فآمن بالله واركب معنا في السفينة لم يستمع الإبن لنصيحة أبيه فمات مع الكفار بعد أن أغرقه الطوفان ولم يشفع له كون أبيه نبيا من الصالحين بعد ذلك أمر الله الأرض بأن تبلع الماء فابتلعته كما أمر السماء أن تكف عن المطر في الحال فتوقفت ثم رست السفينة بعد ذلك على الجبل بسلام ونجى سيدنا نوح عليه السلام والمؤمنون ومن معه من المخلوقات وعاش الجميع يعبدون الله تعالى ويشكرونه على نجاتهم وجعلهم من المؤمنين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني ركم معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مضرح وحال بينهما الموج فكان من المضرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قد استمعنا أصدقائي إلى قصة سيدنا نوح هيا بنا يا أصدقائي لنستمع إلى قصة سيدنا نوح من كتاب المدرسة نوح عليه السلام كان نوح عليه السلام رجلا صالحا يعيش مع قوم يعبدون الأصنام أرسل الله تعالى نوح عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده رفض قوم نوح عليه السلام دعوته وعذبوه وآذوه فصبر وثبت على دعوته استمر نوح يدعو قومه تسعمائة وخمسين عاما ومع ذلك فما آمن معه إلا قليل حزن نوح عليه السلام وتألم حزن نوح عليه السلام وتألم لرفض قومه الهداية والإيمان أمر الله تعالى نوحا عليه السلام أن يصنع سفينة كبيرة يحمل فيها المؤمنين ويأخذ معه فيها زوجين من كل نوع من الحيوانات والطيور جاء أمر الله تعالى بإهلاك الكافرين فأمطرت السماء مطرا غزيرا وتفجرت الينابيع في الأرض وارتفع الماء وحصل الطوفان أغرق الله تعالى الكافرين وأجرت السفينة فوق الماء ونتج الله تعالى نوحا عليه السلام والمؤمنين وما معه من مخلوقات كان ابن نوح عليه السلام من الهالكين لأنه عصى الله تعالى ولم يؤمن بدعوة أبيه قد استمعنا إلى قصة سيدنا نوح من كتاب المدرسة هيا يا أصدقائي هنا ستعلم من قصة سيدنا نوح أن المسلم يؤمن بالله وحده وأقتدي بنوح عليه السلام في صبره وثباته وأؤمن بأن من أطاع الله تعالى نجا ومن عصاه هلك نوح عليه السلام هو أول رسول أول رسول أرسله الله تعالى إلى الناس أول رسول رسول هنا من الرسول أرسله الله تعالى إلى الناس هيا يا أصدقائي هنا هيا مع التمارين والأنشطة قضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة كان قوم نوح عليه السلام يعبدون المنعورة الأصنامة الكواكبة أحسنتم الأصنامة هنا هنا نجا الله تعالى رسوله نوح عليه السلام من معه من الغرق النار القتل ولكن هنا لننظر إلى سؤال الثالث نبي الله تعالى نوح عليه السلام هو أبو البشر أول الرسل أبو الأنبياء أحسنتم أول الرسل ونجا الله هنا من الغرق هيا بنا لننتب قصة سيدنا نوح هنا لنرى هنا القفار يعبدون الأصنام واحد أحسنتم اثنان أمر الله تعالى ها لسيدنا نوح أن يبني سفينة أحسنتم اثنان هنا أصبح ها صارت طفان أصبح يوجد طفان أحسنتم هنا غرق الكافرون أربعة في النهاية وصلت السفينة والله سبحانه وتعالى أمر الله أمر الأرض أن تمتص المياه والسماء أمر أمر الله سبحانه وتعالى أن تمتص المياه أو أن السماء تقف عن إنزال المطر هيا بنا لنكمل وبهذا قد انتهد أرت اليوم الواجب حل السؤال الثاني والثالث والسابع صفحة مائة وعشر بالكتاب المدرسي